اشتركوا في القناة ندخل على التوقعات خلينا نشرح بعض النقاط الجديدة اللي احنا رح نعملها في الحلقة هاي طبعا انا لاني بطلت اعمل توقعات شهرية فرح ابلش انا اعمل لكم في توقعات الاسبوع تأثيرات الكواكب العامة عليكم كافراد عشان ظلوا متذكرين وبالمقابل نشرح حركة القمر وتناقلاتها وايش الايجابيات او السلبيات اللي رح يأثر فيها عليكم فعشان تسمع انت توقعات تنطبق عليك بشكل كامل لازم تسمع برجك وتسمع طالعك الان في اشخاص رح يقولوا طب انا ما بعرف طالعي في رابطين موجودات في صندوق الوصف لهم علاقة في الطالع كيف تستخرج طالعك او كيف تفهم شو طالعك وفي نفس اللحظة بتحددوا بطريقة بسيطة ومشروحة بادقة تفاصيل بعد ما تسمع طالعك انت بتدمج ما بين الامرين ما بين البرجين بتلاقي حالك انه انت عرفت توقعاتك الشخصية اللي بتنطبق عليك انت بدون ما ترجع لأي فلكي يعني بتصير تعرف توقعاتك مية في المية كيف تنطبق عليك ولكن الاهم انك تسمع البرج والطالع تفقنا خلينا نروح احنا على وضع الكواكب كيف بكون خلال فترة هذا الاسبوع وما بعد طبعا اول اشي بنركز عليه لهو موضوع الشمس بما انه الشمس موجود في البيت التاسع وعطارد بيتراجع في البيت التاسع فمعناته في امور متقلبة على موضوع البيت التاسع بده تصير معك اول اشي هي امور الها علاقة البيت التاسع هذا بعني عن السفر بعني في امور القضايا القضائية الامتحانات الجامعية النقاشات او المناقشات المشاريع او امور الها علاقة بالاستراد والتصدير او امور بتتعلق بالمحاكم والاوراق القانونية والمعاملات فبما انه الشمس بعطيك ايجابية في هذا الموضوع وبعزز هاي النقاط يعني من المفروض ان يكون ايجابي يعني رغبتك بالسفر والتنقل والامور هاي كلها بتكون ممتازة ولكن تراجع عطارد بيعطل عليك السفر وبيعطل عليك الاوراق القانونية وبسوي لك مشاكل في الامتحانات بيجيب لك اشياء مفاجئة ممكن يصدمك ببعض الاشخاص خارج البلاد ممكن يأخر اشي العلاقة بالسفر او بالاستراد والتصدير او في البريد فعشان هيك بتكون في ضغوطات كثيرة عليك بسبب التقلب هذا الموجود ما بين هدول الكوكبين الموضوع الثاني موضوع الزهرة اللي موجود في البيت الثامن اللي هو الاموال المشتركة اللي هي اللي لها علاقة بالضريبة بالتأمين بالبنوك بالقروض بالديون بامور العلاقة بالمواريث فطبعا بما ان الزهرة كان يتراجع معناته سبب مشاكل في هاي النقاط او راكم عليك بعض القروض او الديون اللي اساءت لك او ممكن المطالبات كانت صعبة عليك وفيه اشخاص تعرضوا لعمليات نصب او احتيال او اتاخد منهم فلوسهم او فقدوا بعض مقتنياتهم بالفترة الماضية طبعا ليوم السبت تأثير الزهرة بالتراجع فعشان هيك من يوم السبت بتنعكس كل الامور هاي بتصير ايجابية فبتعوض كل اشي كان الو تأثير من تراجع الزهرة الان الموضوع الاهم برضو اللي هو البيت الثالث اللي له علاقة بالتنقلات والاتصالات والفكر والتركيز والتوتر العصبي بما ان الكواكب اللي موجودة بلوتو وعندك المشتري بتراجع وزحل بده يرجع ويدخل على البيت الثالث فمعناته بدك تكون حذر اثناء تنقلاتك اثناء اتصالاتك اثناء حواراتك ونقاشاتك لانه ما عندك تركيز مندفع عصبيتك باوجهة وفي نفس اللحظة ما في داعي للمغامرات اثناء القيادي خوفا من الحوادث او الاعطال اللي بتصيب السيارات بالفترة هاي فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد اذا عندك امتحانات او مناقشة لمشروع معين بدك تركز بشكل جيد عشان ما تتفاجأ انه انت ممكن تفشل بالفترة القادمة اما بالنسبة الى الوضع العاطفي وسبب المشاكل العاطفية او التقلب بالمزاج او الشك او الغيرة اللي بتتعلق في امور العلاقة بالحبيب وهي بسبب تواجد المريخ ونبتن كانوا في الحوت الان المريخ بده يطلع فبما انه بفترة انتقاله بده ينتقل من بيت الخامس للبيت السادس فبسبب حدية على البيتين هدول ففي هاي الفترة بسبب خلافات عاطفية فممكن تنتهي علاقة عاطفية ضعيفة ممكن تصير مشاكل ما بينك وبين الحبيب ممكن تشك او تغار عليه فهاي تسبب لخلاف وتكبر المشاكل بينك وبرضو في نفس اللحظة خلاف ما بينك وبين احد الابناء وبرضو هاي الها علاقة بالوضع الصحي فبدك تراقب وضعك الصحي من التقلبات الصحية اللي بتصير بالفترة هاي تراجع طبيبك ما تهمل صحتك نهائيا وما تهمل اعمالك برضو في المقابل لانه اذا اهملت اعمالك يعني في مشاكل وبتصير الفرصة عالية جدا لا ترك العمل فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد على الفترة القادمة اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من مساء يوم الخميس وحتى مساء يوم السبت القمر بكون موجود في العذراء فعشان هيك من مساء الخميس ليوم السبت مساء يوم السبت بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الاصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهم ايش انك بالفترة هاي ما تبقى وحيد سارع للمشاركة والعب دور بناء في محيطك ومجتمعك بتتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة وما بيجوز انك يعني حاول انك انت ما تتجنب القرارات بدون دراستها بشكل جيد من مساء يوم السبت وحتى مساء يوم الاثنين القمر بصير موجود في بيت متاعبكم عشان هيك بالفترة هاي بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب والملل حاول انك تخلد للراحة حاول فقط انجاز ما بوسعك من عمل عاجل لا توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد هاي فترة فارغة من الحض حل الامور بهدوء وابتعد عن الاضواء ما تقرر على شيء عشان ما يخيب املك وحاذر البلبلة والالتباس من مساء يوم الاثنين وحتى فجر يوم الخميس القمر بصير موجود في العقرب عندكم فعشان هيك بتصيروا في الفترة هاي انتوا عندكم نشاط عالي جدا وبتصيروا عندكم حيوية وبينجذب لكم افراد الجنس الاخر بادروا لخطوة جديدة من شأنها انها تدعم مركزكم الاجتماعي بتدور الاحداث بسرعة كبيرة في هاي الفترة مع وجود القمر في برجكم بتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب تنتظره بتفرح لخبر او لانجاز معامله بتنطلق بمهمة طال انتظارها يعني فيه اشي جديد رح يدخل حياتك هاي تعتبر من اكثر ايام الشهر فيها نوع من انواع الدعم والحضوذ من فجر يوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود بالقوس فهاي الفترة بتصير فرصة للمكاسب المالية من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك اهمش انك تكون عاقل في صرف الاموال ممكن تهتم لمناقشة دعم مالي او قرب او تفكر في بعض الاستثمارات او التوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق خلالها ارباح هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقрий slلسول الجنر ترجمة نانسي قنقر اشهد ان جانب قنقر اشهد ان تس trem têm覆